كانت تلك البداية ومنذ ذلك اليوم اعتاد اليمنيون على سماع صوت جديد في إذاعة صنعاء لقد صادف ذلك البدايات الأولى لقيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ألف وتسعمائة وثنين وستين حيث كانت الإذاعة تقوم بدورها في إشعال الثورة ضد الحكم الإمامي وكان عبد الرحمن مطهر من بين الأصوات التي أيقظت الحماس الثوري داخل كل بيت يمني تنقل بين البرامج الإذاعية حتى وجد نفسه في نوع واحد من تلك البرامج واتجه بكل قدرته نحو البرامج التوعوية وبرامج الأطفال التي كتب لها القصائد وألف لها القصص ودفع بالأطفال للدخول إلى الإذاعة التي كانت محصورة بالكبار ومحاطة بالآليات العسكرية الأطفال كانوا يجوا يعني يستجبوا في الأستوديو لكن المشكلة أنه كان هناك جنود وكان في هناك مصبحات خافوا خافوا يدخلوا الإذاعة بعد أقول كيف أسوي كيف أزيلوا لنفسها الخوف فعملت غنية أنا جندي بطل مغوار أحمي الثورة في خط النار أحمي وطني من الأشار وفن الرجعي والاستعمار فعلا لحنته وغنوها الأطفال فمجرد ما انتشرت هذه الأغنية واستمع عليها الأطفال يعني زال الخوف من نفسهم لقد اختفى كل ذلك وأصبحت الإذاعة التي يرتادها مطهر كل يوم مصدرا للخوف وتصدير ألحان الموت ودعوة الأطفال ليس لدخولها بل للذهاب بعيدا عنها حيث يموتون في سبل وعرة واختفى منها كل صوت يدعو لما دعا إليه مطهر ورفاقه يغادر صاحب البرنامج الشهير مسعد ومسعدة والمذياع الصغير لا يتحدث عن السعادة التي يجب أن تعاش بل عن سعادة الموت في الجبهة وعلى سفح جبل ترجمة نانسي قنقر